السلام عليكم أخوتي إخوتي داخل المغرب خرج المغرب كديرين بخير كنسلم على أخوتنا المغربة اللي في المغرب كاملين من الصغرتين الكبير وكنسلموا على أخوتنا المهاجرين اللي في أوروبا كاملين كنسلموا على ولداتنا وحبابنا واخوتنا وأصدقاء دياننا والمغربة دياننا كاملين اللي في أوروبا وكنقول لهم الله يحيد علينا وعليكم هاد الوباء ودخلوا سالمين غالمين لبلادكم وتشوفوا عائلاتكم ووليدكم وحبابكم بتحل ربي الحدود أخوتي أخوتي أخواتي أرغم أنكين هاد المرض هاد الوباء الفتاك الحمد لله اللي يخليننا سيدنا محمد الساديس وينصرو بأنه وجبلنا الحمد لله تلقح الآن وتلقح رفع بناجح الحمد لله الناس كي يلقحوا الحمد لله كانت منهم كل واحد والعمر اللي قالوا ديال تلقح أي كل واحد يمشي يتلقح للصحة ديالنا أخوتي الحمد لله اللهم لك الحمد وكن حي السلطة المغربية كاملة اللي وقفت تلقح من الصغر تل كبير أخوتي أخوتي أرغم أننا تلقح وعدنا هاد المرض ويعني ناس يعني فقدنا ناس عزاز علينا وحبابنا وجيراننا ومغير بدهيوننا أرغم هاد المرض باقي أخوتي كي الكفر وباقي كي نسم وباقي كي الكدوب وباقي كي النفاق وباقي بنادم باقي فرق الوليدين على أولادهم يفرقوا المرأة مع الراجل على قبل أدسنس تا واحد ما كيبغي هاد الناس اللي دابع لهم ضجة وخرجتوهم في اليوتيوب شوهتوهم ولا رأي عام تا واحد ما بغى لهم الخير كدب عليكم الكداب درت جوج فيديوهات وحبست جعلت في دوك جوج فيديوهات كتلكم دخلوا سوق ريوسكم اليوتيوبير واليوتيوبير تدخلوا سوق ريوسكم هاد المنتقدين اللي غيح حالين فهم هم داوين خاوين تدخلوا سوق ريوسكم بالمرأة والراجل ما كيعرفتها واحد ولكن كل واحد فيكم كيدر شويد العواد وكيزنر العافية وكيعطيها هاك زيد زيد ماشي حبا في يونس أو حبا في ساميرة بركة من النفاق بركة من الكدوب شوهتونا طيحتوا بقيمة المغرب طيحتوا بقيمة المرأة المغربية والراجل المغربي أي دار مغربية أي بيت مغربي إلا وفيه مشاكل عمر الحياة ما كتكون بلا مشاكل حياة كلها مشاكل ولكن عطينا الله قلب وعطينا ضمير وعطينا قلب كي يسامح يعني الإنسان من كي تناقش وعش الإنسان كي يبرد هذا ويبرد هذا وكي تصالحه نتوما يا هاد صحاب القناوات ديال الانتقاد ديال الزبل شوهتونا خليتوا هاد المرأة والراجل قدرتوهم حددتوهم مبقيتوش خليتوش خليتو الممنين يدوز نعلو الشيطان واش هاد المرأة يا الله دا بغا تشكي من هاد الراجل أنا رغا نقول الصراحة وما خايفة من التوحد أنا ماشي بحالكم تصنيها الأدسنس قد ما كتشوفوه كتعلاليكم من نسبة المشاهدة وكتبركو على الهضراء والكدوب والتسرطيح ووزعموا وراكم أش ها ودياش هاد الشي وحاجة أخرى عودتاني المشاهدين منعلو الشيطان منعلو الشيطان ما تدخلوش تفرجو بحال هاد المسائل ما تدخلو تفرجو بحال هاد المسائل كتشجعوهم يزيدوا يوصخوا لي نصوا معدينا في المغرب ويزيدوا يفرقوا بين هاد المرأة وهاد الراجل بين سميرة ويونس اواش غادي نقول لكم باز ليكم المخيرة فيكم القارج لكي يعطي البنياتك يقول لكي تفرجوك تقلس وتسكوت وتنود عودتاني للانتقاد تماما لكم واش تحب لكم هذا هو الانتقاد واش تحب لكم الانتقاد هو تخرجو تشوهوا واحد يوتيبيرز واحد يوتيبير مزوجين وتشوهوهم وتفرقهم هذا هو الانتقاد هذا رأس السب والقدف بجميع أنواعه ودخول الصحة في حياة الزوجية نقولها لكم هذا ماشي الانتقاد واش انتمو ما عندكم علش تنتاقدو ما بليكم عاي ونسو سميرة بغيت تفرقوهم سميرة نعلي الشيطان وقل يعدو بالله مش طار راجيم واش هذا الراجل يلا أخيب هذا الراجل يلا أخيب ومن لي اختي خيب علش اختي ازائتي ربعات الكروش وولدتي ولا احطيت يوم نهرب في الولد الول نهرب في الولد الثاني ايوان اقول له ماش يختي تاتر سير ربعات الولاد عاد هذا الراجل خيب عاد هذا الراجل هو سدعي Никول البيوت بالقفولة أنه كان عارف الناس لي في البادية injectو البيوت لي بالقفولة كيكون في يوم الخزين أنا جدود الله يرحمهم هكذا كانوا يديروا في البادية كان عندهم حالة كالأراضي وكانوا يديروا القفولة سمعتيني كيسدوا على التبان على السلعة على بزاف الحاجة على الزرعات كيسدوا في الأراضي كيسدوا عليها ولبها يمتقوا ما كيكونوا ذيروا لي من القفل هاتشي كامل في البادية معروف وكيسدوا تعلي بيتهم لأن الناس البادية هكا كبروا وهكا كشنا جدودنا من كنا قمشوا عندهم في العوطة الله يرحمهم ورحم والدية ورحم جميع المسلمين يربي في هذا النار ورحم كل واحد عنده والدية مئتين عو جدود الله يرحمهم أشهد شكل يبقي كيدي لحويش في الخنشة ما بقدت واحد كيدي لحويش في الخنشة أشهد التمثيل هذا تمثيل بايخ هذا تمثيل بايخ واش الطمع ديال أدسنس يخلي المرأ والراجل يتفارقوا ينعلبو هاد الفلوز اليوتيوب والله ينعلبو هاد الفلوز يالليوتيوب اللي خرجت عليكم والله ينعلبوها اللي خلات ربعات الوليدات غي تفارقوا يونس حتى انته عندك اللومة أنا غنقوله لك عليش قادت لك كل مرة كتقولها غنجيب لألك مكين تلألك أنا غنقوله لك أخويا فول فول بحال هادي اللي جبتي ازعل قزات معك ربعا بحال وحدة أخرى غدي تجيبها بحال بحال النساء ديال هذا الوقت الله يحضر السلامة كدعجبهم الشوها والفاضيحة عزيزة عليهم بالزباد داخلي اليوتيوب عزيز عليكم الفاضيحة والله هي العظيم أنا بعدها نحشم نحشم على عراضي وعلى أحبابي أنهم يشوفوني في السوشل ميديا نحشم أنا لو كن عائلة تشوفني بحالة المشكلة ديالكم انتم هكا تا واحد ما بقي في العائلة غيهضر معايا غيقاطعوني موقاطعة ديلة بالصح غيقولينتي Shore وسيروا هدروا على الغتصاب اللي عندنا في البلاد وهدروا على الزيت اللي زادوا فيه وهدروا على البيططالة لكترت وهدروا على الجريساج اللي كتر وهدروا على هدر الشلي دارينا الحكومة مبقى نفهم من أوله شي لاش خصنا نهدره وهدره على الصحة والله العادي مش هنقول لكم أنا والله إلى حقرتكم المنتقدين حقرتكم حقرتكم وحل الاحتقار ما نقولش لكم لنساء ولا رجال اللي كي هدروا فضل الموضوع وكي بغوا يدروا فيها ده كثير نفسانيين وقضات ومحاميين أشوكت زبلو أرى سبعين آلف مرة في النهار كتطلق إلا بغيتوا مشي للمحكامة الابتدائية بالمدينة اللي أنا كان قطن ونجيب لكم الدوسيش حالما مرة كتطلق يوميا شكونا هدر عليها أشهد العبودية للأدسنس أشهد العبودية ديال ديال المنتدى أفينو اللينا أوليتو كتبع وجهكم رخيص على الأدسنس وعلى المنتدى وباش ضمنوا توراسكم هاد الفلوس اللي غادي تشدوه شياح على راحة رام حرام في حرام شا نقول لكم كرهت ونفسي حاجة سميتا نتيقات أنا طلعت اليوم نقول لكل شي الهدرة ديالي بصراحة ومخيفة من أنت واحد أنا ما كان مسح كابة بحالكم المنتقدات والمنتقدين اللي كيمسحوا الكابة أنا كان نهضر عليهم أنا ما كان مسح كابة أنا ما كان حزر ما كان طلع نطلب والدية ما كان طلع نطلب ولادي ما كان طلع نطلب وجهي ما كان ديرتشي حاجة انا درت هاد القناة اخوتي كنت كيس حبلية واش غادي اندى نساعد الناس ولكن من بديت كنساعد انا اللولة تكوني كي عيروني هاد الناس اخوتي ما كيبغوش المساعدة كيبغوش شوها الشوها اللي بغشوها فاد المغرب الله يشوه بوحده موضو تقاعده واش حنا عدنا عساميرا ويونس في البلاد واش عاملوه لذيرين عليهم مسلسل سامحيني واليوم ديرين عليهم مسلسل عندك تغلط مسلسل عندك تغلط في الحب وادعه التاني مش هاد الشي كي القضاء والحمد لله عندنا القضاء نازيه وراه ماشي اي مرة تبشي قدام القادي تكذب على رجلا كيتيقها او اي رجل كي يكذب على مرة وقدام القادي كيتيقه لا سيدي ره الناس قرية القانون وعارفين شنو كين وكي عارفو شنو بين المرة وبين الراجل كي عارفو غير من خلال الهدرة لان داك شي قراوه ودوزو حالات وحالات كتوقف المرة والراجل كي يطلعهم القادي عيب الشوفة كي عارف شكل كده وشكل منافق وعليش ديرين ولان جاكم واحد منبار صحفي وقال لكم واحد المعنى لك تفهموها يقال لكم بان سبب ديال هاد الخصام ديالكم هو الفلوس يقدخل من اليوتيوب او بالصح نيت ما تشيو ولكين يعني الطمع ايو اخوتي من الانتي وراجلك هو قلتي طامع وهو كي يقول انتي طامعة من الانتي وماختي كتدروا على هاد طمع هادوك الوليدات ربعة فين دحتوهم فين درتوهم تيقدع للولاد وما تقديش عليهم حيث لي ما قددش تعاش رباهم وتفهم كاركتير رباهم وما تقدرش تعاشر ولاده وتفهمهم لان الولاد كيزيدوا يكبروا وهادوك الولاد من اللي غيتفرقوا مع اباهم وجدودهم وحبابهم غادي يتعقدوا غادي يخرجوا لنا ولاد ما صالحين شلال لا تكون فراسك راه الطلاق كي يكون خسارة ديالهما الأطفال خصهم يقولوا عمي يقولوا عمتي يقولوا جدي جدة ويقولوا عمي خالي خالتي هادشي ضروري يكون في العائلة ديالولاد باش كي تصحوا ويطلعوا لنا ولاد ناجحين في الحياة وصالحين في الحياة وعارفين ما معنى ما معنى العمومة والخال وما معنى الجدود وكيكونوا طالعين بوحد البودرة صحيحة في الحياة كي عارفوا الصالح والطالح ما شي غا تربو لنا ولاد فركتوه ومدرتيهم في واحد الفيديو ويقولون ذاك الهاضراء علاش 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 نبيع ولادي رخيص في اليوتيوب علاش علاش واش مليك اتموه في الزنقه انا بعدا نحشم انا بعدا نحشم وما نرضاش انا من ذاك نعلم اكار انا راسي عزيز علي وحياتي عزيز علي والزوج ديالي عزيز علي ويخلي لي اولداتي ويخلي لي اخوتي ويخلي لي احبابي ويخلي لي الاصدقاء ديال بالصح الاصدقاء ديالي بالصح ليف القلب وما الله يخليهم لي اما الاصدقاء المنافقين او الناس المنافقين ما عندي من ادير بهم انا اشوف نقول لكم الالحاجة وخمعة اشيدي لي يا راجلي ما نرضاش نخرج نقولها سوشال ميديا اولي حي اولي شوهتونا وابعدونا من هاد الهضراء المخربقة خليهم رأيهم وفيد القانون القانون منه ليهم واسيروا اودي من انتم هاد المنتقدين المنتقدات واللي تبغي ان تضهضروا في هاد شي دياله الزواج والطلق سيروا اخوتي احدى المحكامة وشدوا لنا قودات وشدوا لنا ذاك شلي اللي عدب القودات وحكموا فيه انتم هوا قيله واسيروا وتنعسوا ويكما قلتوا انتقاد في امريكا وصفتاتكم اعلو الشيطان وشبرو شبركم ونقلسوا عليه ارى اليوم الدنيا وغدى الآخرة ونقوموا ونشدوا عشبر وكل واحد يتعان اقاروا ويبدي يدير بوق ويبدي يدير بوق خلوا الصحافة هذه السلطة الرابعة تدير شغولها اما انتم المنتقدين ارى ما تدخلوش في هاد الشيو المنتقدات كتدخلو في شي حاجه شي واحد دار شي حاجه في الفيديو ومعجباتكم ماشي تنتقضوا في الحياة الشخصية سيروا تقرأوا سيروا تقرأوا وتفهمه ولا معرفش انتقاد لك يعرفش صحافي تصل به وره ما معنى انتقاد سبحان الله العظيم لك الله يا وطني لك الله يا وطني حسبي الله ونعمال واكل في كل واحد بغى يوصخ بلادي المغرب وبلادي جنة اخوتي اخوتتي تل هنا وكن نقول لكم سلام عليكم وسمعوا هاد الفيديو مزيان وغا تفهمونه من عينة ديالو بان بلادنا غدا هابطل تحت حمادي ما بغيناش هكا بغينا نترقاو بغينا نترقاو بغينا نترقاو نترقاو واحد شو احنا في 2021 اخوتي اخوتتي كنقول لكم الى اللقاء مرة ثانية الله الوطن الملك الله يزيد فعمار سيدنا ويخلنا سيدنا محمد السادس ويخلنا الاسرة العلوية تحية ليك يا مالكي ويخلك لي يا مالكي يا عز بلادي هو سيدنا اللي كيف يفضل الشعب على بلاده وكيف يفضل الشعب على اي حاجة عدنا مالك زين جاب لنا التلقيح وقف معنا في الوباء الحمد لله وقف مع الناس كلهم في الوباء الحمد لله ايواشوفوا كيف 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 لنا سيدنا وتعلموا وتنظموا وعرفوا كيف اشتنتوا ما تخلي واحد صورة زوينا للبلاد اسلام عليكم اخوتي